طيب ما يتعلق بالتحكيم؟ ليس هو ضمان أيضا؟ هذا عند حصول الخلاف نحن نريد أن الإسلام أصلا من قبل هذا أتى بما لا يؤدي إلى الخلاف لكن لو قدر أن الخلاف حصل وهذا الخلاف حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أسبابه قد أخرج مسلمه الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفرك مسلم مسلمة مؤمن مؤمنة سره من أخلق ساءه من أخلق سره من أخلق آخر لا يفرك مؤمن مؤمنة فالفرك بغضة الأزواج هو سببه عدم الملاءمة في الطبع فقال إن ساءه منها خلق رضي منها آخر رضي منها آخر فهنا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الفرك وبيّن أن الرجل لا يمكن أن يجد من يلائمه من أتم بالمئة فلا بد أن يصبر لا بد أن يصبر على شيء وهذا المعروف حتى هي أيضا لا بد أن تصبر منه هو على مثلها ومن ذا الذي تضاس جاياه كلها كف المرأة نبلا أن تعد معايبه ولست بمستبقن أخلا تلمه على شعث أي الرجال المهذب فإذا فكر الإنسان أنه لن يجد أبدا في هذه الحياة الدنيا من يلائمه في كل شيء رضي بما هو رضي بما لديه ولذلك الذي لا يريد أن يجد ما ينافر طبعه ولا يريد الصبر عليه عليه أن يتعجل لدار القرار ففيها ما تشتهي الأنسوة طبعت على كذلك وأنتم فيها خالدون الجنة لا يسمعون فيها لغوا ولا تأذيما إلا قيلا سلاما سلاما طيب شيخان التوجيه للصلح الآية والصلح الخير نعم إذا حصل الخلاف الشريعة لم تتعجل في الطلاق بل شرعت لهما الصعي للصلح فيما بينهما و شرعت له هو التأذيب عند النشوزها هي و شرعت لها هي طلب الصلح عند نشوزه هو وأيضا شرعت التحكيم و شرعت الرجوع للقضاء و شرعت التعويض كل هذا تضييق لدائرة الطلاق كل هذا تضييق لدائرة انفسام الأسرة ترجمة نانسي قنقر